السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكل وإنتاج أسئلة توافق معطيات الوضعية إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى شاهد منير مباراة في كرة اليد وقرأ نتائج الشوطين المسجلة على سبورة القاعة المغطى الشوط الأول الفريق المحلي 14 الفريق الضيف 11 الشوط الثاني الفريق المحلي 10 الفريق الضيف 10 أقرأ السؤال التالي وأطرح أسئلة أخرى أجيب عنها كم هدفاً سجل الفريق الضيف؟ إحدى عشر مع عشرة يساوي واحد وعشرون إذن واحد وعشرون هي عدد الأهداف التي سجلها الفريق الضيف من سجل أكثر الأهداف في الشوط الأول؟ 14 أكبر من 11 الفريق المحلي هو الذي سجل أكثر أهداف في الشوط الأول الوضعية الثانية بمناسبة اليوم العالمي للصحة نظمت جماعية صحة مسابقة في العدو الريفي يتكون مضمار السباق من ثلاثة خطوط الخط الأول منحن طوله إثنى عشر كيلو متراً الخط الثاني مستقيم طوله ثلاثة وعشرون كيلو مترات الخط الثالث منحن طوله سبعة كيلو مترات أطرح سؤالاً ثم أجيب عنه ما هو طول المضمار؟ طول المضمار هو إثنى عشر مع ثلاثة وعشرون مع سبعة يساوي إثنان وأربعون كيلو مترات الوضعية الثالثة قصدت مريم صحبة أمها سوق السمك فقرأت الأثمانة التالية سردين ثلاثة دنانير حبار إحدى عشر ديناراً مرجان ستة عشر ديناراً شرت الأم كيلو جراماً من الحبار وأعطت الباء خمسة عشرة ديناراً أطرح سؤالين وأجيب عنهما أولاً كم بقى للأم بعد شراء الحبار؟ المبلغ المتبقي لدى الأم هو خمسة عشر ناقص إحدى عشر خمسة عشر ناقص إحدى عشر يساوي أربعة دنانير ثانياً هل تستطيع الأم شراء كيلو جراماً من السردين؟ أعلل إجابتي نعم تستطيع الأم شراء كيلو جراماً من السردين لأن ثمن السردين أقل من المبلغ المتبقي ثلاثة أصغر من أربعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر